اشتركوا في القناة شكلك معروف قوي هنا هنا بس يا بنت أنا صعق قديم أنا مفيش مكان فيك يا زمالك اللي لما روحتهم مليون مر يا بنت أنا كنت بقابل الزمائن بتاعتي هنا ودلوقتي؟ لا دلوقتي خلاص هم مكان مكانين بكتير البرع تعرف بقى؟ أنا ما بجيش الأماكن دي كتير بحس إن أنا مش على طبيعتي فيها وبستغرب قوي طيبوا لسه حسن إن كان مش على طبيعتك حتى وإحنا مع بعض لا يعني تستغربين لو قلتلك إن أنا مبقتش بخرج مع حد غيرك حتى وإحنا مش مع بعض ببقى معيك برضو إزايا؟ يعني طول الوقت أنت اللي في بالي مفيش حاجة تانية يا فدماء ربع ربع ما أنت مرتبطة ببعد ولا نقم طب ولو قلتلك إن دا أنسب وقت إن إحنا ننهرف فيه البعض ما تستغرب إيش فيه أوقت صعب ما تعدي على الواحد بيبقى محتاج فيه البني آدم اللي بيحبه ببعد عشان يعدي معاه الصعبة دا أشرف بص أنت الشخص الوحيد اللي أنا ارتحت له بعض ردة أخوية وبتكلم معاه وبحكي له كل المشاكل بس أنا أكيد مش الشخص اللي نسبتك وكمان عارفة إن أنت بتقولي كده بس عشان تخفف عني ما فيش حد بيقرر من حد شفع ورحمة خالص أنا محتاج لك ومحتاج لك أكتر من أنت متخيلة كمان من ربعا فيه أوقات بتلاقي حياتنا دخلها بني آدم غير أي تكتيب وبني آدم دا بيعمل حاج تانا بيخلينا نفكر إزاي كنا عشين من قبل ويخلينا نعرف إنه مستحيل نعيش بعدين لازم يبقى معنا وأنت الإنسانة دي يا ربعا جمال الجبالي مش مجرد زابط أمن دولة سابط جمال الجبالي مش مجرد إرهابي هارب الجبالي بكل ما يقال ويوشع حواليه هو أنعكاس النظام بيرسخ للبلطجة والإرهاب ولا نستبعد قد يقوله النظام نفسه طبما هو اللي بيحمي دي يا ليه إيه يا مونة الكلام الفاضي ده نظام إيه اللي بيحميه وشغل التشليح شاهدة عزباجية إحنا هنا ولا إيه؟ لا لا يا مونة إنت أنت بنتوها بخليف مختيش حاجة خالف من بابا أنا عاسها أوقي بجد أنا عاسها أتبت تأسفيل أنا؟ بنتوها البرامج والجرائي دي يعملونا شخشيخ في إيديهم هيعجبك العاك دوت؟ هيوقفها الشيخ المهزلة دي؟ أمان بس أعملها سابك أنا مانيش دعوة بالكلام دوت لأنا منبنع مقالة ولا منقفل برنامج دي أشغلكم بعض مفهوم طبعا يا عودي قالوا أيوة يا عشري اوقف حالاً حلقة الهالم بتاعتك وقلها إنها متحول للتحييلة أيوة ليلى المحبوب ما أنا عارفة إنها عزفة الهواء يا عشري اسمع الكلام حالاً إما إنت كمان هتتحول للتحييلة أمان أنا أسفى أنت أنا هشوف شغالي معي بس براح عليهم نبي مانونة ها؟ بس لحبت بذير الأمر بس هو يقف لبقى موسيقى إحنا أمام حالة من الإنفلات يقودها شخص اسمه جمال الجبال يبدو أقومنا الأجهزة الأنمية نفسها أو بصراحة جمعة طب يا عوصيس استني بس ماشي ليه على طول ماشي ليه؟ برنامج توقف وإحنا على الهوم يعني طريقة في منتهى قلة الأدم وتسألني ماشي ليه؟ طب استني بس ممكن يكونوا أطل فنة أطل فنة إيه؟ شريف قال لي على كل حاجة منهانم تتصل توقف وتلغي إحنا شغاليك في عزبة أبوها مادام مونة؟ أين ومادام مونة أو ممكن الأوامر كيالها من فوق عادي عادي طب أعجب مع حضرتك علشان ما تسوقش في الحالة دي لوحدي أنا كويسة وليد متخافش عليا أنا بس عايزة أغير هدومي وروحي البيت أنا كويسة كويسة بجد مرسي يا أشرف كنت محتاجة أتكلم مع أحد ويسمع عني سيت المسلاك دي أسمعك في الوقت إذا كنت مسمع الموكين بتوى حاجة على أجمل موكين يعني ومسمعهش بجد مرسي خلي بالك من نفسك تقلق شو علي؟ لازم أقلق بزن يعني بقى حق إن أنا أتصل وأتطمن عليك في عيوات أكيد باي باي سبعين إيه دا؟ ماتمين يا سبعين إيه؟ ماتمين؟ ماتمين؟ إيه دا؟ لنع السلامة متى وبو؟ وفي إيه؟ باي روبا؟ الحال يا أشرف مالك يا روبا في إيه؟ نبي عمل معك إيه دا؟ بيتا؟ في إيه؟ تصدر خلاص أنا نجمع أطلع الله دا دا حالا لطلع فينا جميعين انتظر في الليلة دا عزي اتوق الله امشي الله اركب اركب اشتركوا في القناة 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 في الاول كنت فاكرة ان الزتون بيعمل معايا كده طلعت انت يا جميل؟ يا ليلى انا كنت خايف عليك اكتب احميك من نفسك وتنوحك اللي كنا هيودوك فدايا اللي عملته ده خلاني روح على الزتون عشان يحميني منك شفت ازاي انت دمرت حياتي خسارة يا ليلى بس اعني اتكلم مع بعض بصراحة لما انت شايف ان انا اللي دمرتلك حياتك وكنت السبب اللي انت فيه مدورتش عليها ليه هم؟ هاوليك انا مدورتش عليها ليه عشان كنت بدور على حاجة تروحيله يا ليلى انت اللي كنت عايزاني كنت هتلاقيه اللي بدور على حد بيلاقيه بس انت كنت بدور على نفسك وبعطي نفسك ليه ولما انا وحش قوي كده جايلي ليه؟ جايلك اش هتصدقيني كل بيجيلك عني كده عايز اقولك ان الحقيقة محدش اعرفها وحارفها ليه؟ لان انا نفسي ما عرفهاش بس كنت جايلك النهاردة بتخليت يا بسمعين ونصدقيني يا ليلى يا ليلى يا ليلى كلنا بنقتمين كلنا بنغلط وحن نفطل نغلط بس مش عايبي ان احنا نسامح اشتركوا في القناة فكرا اشتركوا في الان بص يا مترا إن ما كنتش سمعت عن بوبو فده ميزة وعيب العيب إنه جاهل وعدم اطلاع منك لكن الميزة إنها كاتشوب نفسك وإلي يشوف غير اللي يسمع تعرف عقوبة اللي بتعمله ده يا بل يا ده ده متى عقوبة عقوبة مين يا عسى القانون والعقوبات دي عندك إنت تجيب بها حق الغلابة لمنهش دراعة لكن عندنا في قانون تاني ما يعرفش اللي زيك وإنت بتعمل كده ليه أنا عايزة وإلي جمال فين جمال بخير خلينا قابله هو اللي كلمني وإلي فين نمرته تحت كمال هي آخر واحدة مقفول طيب أنا عامل لك إيه؟ قول لي جمال فين؟ يا عمّة ما عرفش بقولك تبقى أنت اللي موليس عليها؟ انت باجنون أنا أخون جمال إزاي؟ اللي حصل عن دلعابة حصل إزاي؟ يا عمّة ما عرفش؟ شوف يا متر أنا سابق وقلت لك هتطلع جمال وحطك مكانه وإدي جمال خرج وأنا معرفش فين أراضيه يبقى ساعدتك هتأنسني لحين ما جمالي يظهر انتفقنا أشرف رد علي وبعدين تليفونه تقفل أنا متأكد أن هم عملوا فيه حاجة مش عارف عامل إيه في كل اللي بيحصل لي ده تعمليش حاجة انتهت بهدى البكرة الصباح وبعدين هنشوف هنتصرف إزاي؟ تشكلك بتحبي؟ مش عارف بس أنا قلق أنا قوي علي ليلى أنا أسفح بطي أنا أسفح أنا مخدتش بايلي أنا دخلت وعدت أتكلم عن نفسي مالك فيك إيه؟ جمال كان هنا أنا شفته تصوري بعد كل اللي حصل ليك تبقى ليه أتادي؟ قلتيله إيه؟ تردته طبعاً متأكد أنك تردتيه؟ يا روبا دوية دي مش عاليه أنا اللي اتظلمت ظلمت نفسي بإيديه وإيه اللي مفرحك؟ ده بيورط نفسه أكثر مش جمال زي ما قدر يفلت من دي حيكمل وحيلاقي اللي بيدور عليه لا إذا كان فيه حاجة يدور عليها أصلاً إلا صحيح عرفت أنه رحل في ريالي؟ في ريالي؟ وهو فيه كم في ريالي؟ طالت رحناها فين؟ عندي الكومي؟ هم ودخل وعد مع ابنه قال له هدأ كلمة تنفجنا بأخارك ولا حد حسنين مش بقولك؟ جمال دا مجنون ولا حتلاقوه وبقول مونة خوليفانه قل لي يا علي انت راحت فين النهار راحت فين يعني العادي الشغل وهو الشغل ده بق بتقابل فيه ستانت ستانت يعني بلاش تستهبل يا علي انت فاكرني بغير عليك والليل انا ولا ايفرق معايا ثم انها مش حاجة قصة عشان لقارب نفسي بيها انت بتتكلم عن مين عن الليلة اللي قابلتها النهار ده في الكافي اه لعلشان يتزعى لا 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 مش عايز اعرف خالص عن فكرة وبعدين قلتلك مئة مرة عايز تاكل كل تحت راحت الاكل في قط نوم بتقرفني انضف بقى جري يا شو يعني ايه ملقتنش حاجة ما اللي حاجة راحت فين السيادتك ده كان متقاقع يا فاندك خصوصا بعد ما حست بقلق جوا الشركة عندها ماشي حست بقلق وقلبتو الدين يا انضورته الحاجة راحت فين يا فاندم اكيد هتظهر هو اين هتتخلص منها عايز اجوبة مش عايز اسئلة تمام ساعدك انا هدايق حلقة البحثة حواليها واكيد هنوصل اللي معها البت ديت من ساعد اللي حصلها هتركز اكتر من الاول وهتحرص طبعا هي مرتبكة دلوقتي شوية لكن هتتخلص من الحاجات اللي معاها بقولك ايه ما تدور ورا البت المزيعة صاحبتها يا فاندم ليلة محبوب تعتبر دلوقتي هي الصديقة المقربة لها انا عرفت ده من خلال تقارير متابعة امن الدولة لها تعتبر يا فاندم هي الوحيد دلوقتي اللي بيستقبلها وساعد بيخرجوا مع بعض او بيتقابلوا في اماكن عامة من امت بيحصل الكلام ده؟ هم بصحاب من زمان يا فاندم بس بعد اللي حصل لاخوها رضا زادر طباطهم ببعض رضا الحكاية اللي بتتحركها بقى هي رضا فهمة ان هي هتقدر ترجعوه او تاخد بطاره دل بانا عاملة زي الفراشة اللي بتحوم حوالينا النار كل ما هتقرب منها هتاكلها مرتبع طولين جمن دمايا مٹ roman رامان مُعط نبدو اثن حيتار هاااً مودإners موت Zusاعد منها اشبري اذا ما ليش هااً مات هلو تولين بيحضني ببيتي وعبت تتصل مرة تاني لو وقال لك قسمة من بالله ما حيضل منك شي انت عارف مشكلتك ايه مهدي مشكلتك لسانك وانا حللك المشكلة دي قريب قوي الحكاية دي مش مرايحان في حاجة غلط حضرتك تقصد ان في لعبة حصل احساسي بيقول كبيرة بس للأسف مفيش دليل يؤكد ده وخصوصا بعد هروب المنتهم جمال الجبالي واللي بيؤكد طورته في الجريمة لو جمال بريد هرب ليه ولو مدانه فيه اطراف بتحاول تبرقه وهي اللي بوازت تقرير المباحث لصالحه برضو هرب ليه ايه ممكن حس ان مساعدته متأخرت احتمال احتمال واحتمال انه هم مفكروش يساعدوه الا لما حسوا انه هروبه ده في خطر عليهم طيب حضرتك احنا ليه من استبعد انه ممكن نكون بريد ملف خدمته طريقته كلامه كل دول بيقولوا انه متورد في حاجة النوعية دي من البشر يا عماد ما ينفعش تعيش على الهامش الحقيقة حالة الرأس على السلم ما تنسبهمش دول اللي بيصرعوا بيشتبكوا طول الوقت دول بقى اللي بيحركوا الأحداث طيب وكده ايه حضرتك؟ كده زي ما المستشار قال بالظبط الحكاية تقفلت قدر يعمل اللي هو عايزه ولا يهمك يا أستاذة والله انا كمال لا سبها لها مخدرة لا يا ولي ده انا مش معك في كده لا تمشي ليه يا عايزه انا شوف حضرتك ماشي وانا قعد علشان ينزلوني في برنامج طبيخ ولا موضة ولا شربات ما ينفعش يا أستاذة اللي حصل مع حضرتك لا يمكن يعدي كده ولازم كل فريق العمل يوقف مع حضرتك وده حصل فعلا؟ بالصراحة لا انا الواحدة بس والباقين رح يجيبوا فطار يبقى تروح تفطار معاهم وعتابل فترة ركاية أجازة وفي اول فرصة هكلمك واجبك معي انتفقنا؟ انتفقنا أستاذ قلولي بتلم حاجتها ايه؟ انت ما صدقتش ولا ايه؟ هو احنا هنكذب على بعض ولا ايه؟ مش دالي انت عايزاني من زمن؟ قلت يبلش احركك تحرجيني تحرجيني في ايه؟ انا وقفت البرنامج بشكله ده ما قلتلكش سيبي المحط وانا هنا ما بقدمش غير البرنامج ده وبالشكل ده وليه يظهر انه مش عاجبك؟ او مش عاجب اللي أصدر الفرامان برافو وعيس قوي انك عارفة ان مش انا الواحدة اللي مش عاجبها اسلوبك الاسلوب ده؟ أزواج يعجب ناس هستني يا لأ مش ده المهمة المهمة في الحقيقة الحقيقة اللي بتعري الفساد والبوزان والعكة وتكشيفوا قصاد الجميع ده اللي مش عاجبك ومش عايزين بيدي مش كده؟ فاكرين انكو كده تمام؟ كان غيركو أشتر انكو اسليم سليم تاحيا سليم تعالوا 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 دواوا دواوا انا قلت المس ناجوا ان سليم الجبال حيروح معاي النهاردة هي تعرفك أصلاً؟ يا لا ده أنا و باك اللي جينا قدمنا لك هنا وكلهم صحابي لما كنتش تقولهم يا أنكل عشان يعودوا يدوروا عليها ويدخوا ويفتكروا إنها روحت الواحد لا يا سليم لأ كده ماما وجده حيقلقوا عليك ولا أنت بتحب الحركات دي زي بابا أحبها عارف يا سليم أنا وجمال باباك كنا منحب اللعبة دي قوي نعود نستخبأ وكل الناس تدور علينا وندوقهم زي ما قلت بس يا خسارة باباك المرة دي حب يلعب لوحد ويستخبأ إيه رأيك يا سليم؟ نلعب اللعبة دي أنا وإنت وندور على بابا أنا عرفت إنه جالك مبارع وأكيد قالك هو مستخب فين بابا لما بيلعب معاه ما بيقوليش هو مستخب فين عشان هو عارف إنها كليفرمان وهو قدر أحلها الواحد كليفرمان ها؟ مشي تليفونه مأسور ما بيردش ليلة دي جراج موجودة قدام باب المكتب يعني ما جاش المكتب أصلا ونفس الحكاية في البيت أنا سألت البعوة وقال ما بيجيش ده ما نجعل حل واحد نتقبض عليه أنا مش عارف أعمل إيه بقتش عارف أتصرف خالص خلص لا شغل إيه بقى مش هينفع روح الشغل بحالتي دي أنا هستنجي في البيت السلام وقبل ما يمشي يا ابني قال لي دعيلي قلتوله نوع عليها يا جمال قال لي أجيب حقي هجيب حقه من مين علي ما تقول لي يا ابني دليني جمال بيدخل نفسه في لعبة مش قده يا عمي من أول ما عرفت إنه هارب وأنا مجانيش نوم خايف عليه مستني جنب التليفون يكلمني في أي لحظة أقول يمكن أنا مش فاهم هو عمل ده ليه وحيروح من وراه لي فين وكتاب الله يا ابني قلت له قلت له تعالى نسيب البلد دي كلنا نسيبها ونهيك وقال لك إيه قال لي لها طبعا مش عارف آخرتها إيه علي مش عارف يا ابني ما تنصحوا علي قل له يا ابني له أول للظلم ولا آخرهم يريد أوصله يا ابو جمال بس فين هاي على رأيك فين ده إيه النشاط ده كله إزايك يا مون؟ أم الفين سليم؟ مش معاك يا أصلا علي عد عليه وقال ياخده يروح يزوره جده شوية في المستشفى علي؟ طب والله برافو وسليم أخباره إيه كويس؟ طبعا مش عايش معايا إنتي هتمثني يا فريال ولا إيه؟ معنى عرفت إن الجمال عد عليك مبارح في البيت وهساقت بساقت حاسبي على كلامك مين دي لتحاسب على كلامها يا حبيبتي؟ انت نسنتي نفسك أو لايه؟ أنا نفسي رايحة أي حاجة بني وبين تمام ملكيش فيها بس أي حاجة ليه علاقة بسليم؟ يبقى ليه فيها على أساس إن أنا خالطي سليم ده ابني ما تقوليش بس كده قدام الناس لتحقوا عليك؟ ابنك منين يا حبيبتي؟ هو أنت ربتيه ولا عاش معاكي أصلا؟ إذا كان أبوه اللي هو أبوه عرض حياته للخطر و جالك لحد عندك في البيت و قالك توديه البابا يبقى ابنك منين؟ عندك حق؟ يمكن يبقى ابنك وأنا ما عرفش؟ قالت الجمال لعمري مفهمته وعمالها لأنه تجوز واحدة زينا كان نفسك تبقى أنت مش كده؟ ما تستغرباش؟ طول عمري شايفة ده جوا عيني بس على فكرة ما كنتش بغير خالصة بالعكس ده أنا كنت ببقى مبسوطة قوي وأنا شايفك بتتقطعي من جور نفسك يبقى ليكي و مش عارفها بقولك يا فريال يا مرساة مش عشان يا حبيبتي بقيت تيجي النادي اللي أنا باجيه تربسي نفس المتات اللي أنا بربسها تبقي تنسي نفسك فوقي يشوفي أنت بتكلمي إيه؟ أنا مونة خليفة اللي لو عازت أي حد هتجيبه ركع تحت ربيع صحي أنه ما متر؟ صحي أنه ما متر؟ يا بني قدم افهم أنت كده بتضر جمال مش بتساعده لا يا راجل جمال ممكن يبقى محتاج لي في أي لحظة و مش عارف يوصلي عشان تعرف أنك عيل عويل وموالس عليه أهو ما تكلمكش ولا مرة من ساعة ما شرفت عندنا مفيش حد رن عليك غير المحروسة اللي اسميها ربا اسمع اتكلمت هنرجع حبايا وأنت وهي في أمان هتفضل سائل عوج هجيبها وعلقها جنب منك ورحمة أمي لو فكرتها يا بابر يا كبير علقه في المنجلة رأسه تحته ورجلي فوق سيبه يا بابر جمال المنجلة شديدة عبيرا لا مواز هشف عندنا دي المنجلة تحتله أجدع قوضة في العزبة كلها تقلب زي القتيل بصراحة ربنا أنا كنت ناوي أعملها معا لو لا أنت بدرت لا يا بابر أصرف الدحلال ومترجم معايا بصحيل يعمل كده أبدا تحط نفسك مكاني يا صاحب أنا كنت هتجنن خلاص كل حاجة مرسومة صاحب ومعمول حسابها مية مية فاجأ الدينة تخش في بعضها كده وأنت رغيت محد في حاجة يا بابر أبدا وضعت اللي أنت حصلت زي علي يرساني على الدور كله وقال لي أن ده طلب خصوصي عشانك وبعد ايه قتاري القاعدة كلها كانت مقرية ومسموها عصوت وصورة فجأة لقيت شوقي صائت علازة القضى المستعجل وقال لي هتسلمها هنسلمك شوقي أنا قلت كده برضو موضوع مش الربعين عن أبو العزي طيب وانت هي يا جمال خريتها ايه في اللي حصل ده الناس اللي فوق هيسيبوك كده مين الناس اللي فوق اللي أنت شغال معاهم أنا مش شغال مع حد يا بابر أنا فهمت كده بابر فهمت ايه بالزبط الغادرة اللي حصلت في حكاة الكنيسة دي قصدوهم بيها يطلعوك برا الليلة خالص صح؟ لا مش صح يا بابر مش أنا اللي عملت الكنيسة ولا هم اللي طلعوني أنا من قبلها وانا برا ومش هادغ لما أعرف كل حاجة جوا اسمع بابو انت تعرفه بالعزم مش كده اسمع عنه منك هديك عنوانه عايز مراقب اربعة وعشرين ساعة تجيب لي تقرير كامل عنه خط سيره وسلوكه يعني من غير محد يحسي نبع الرجالة كله من بعيد يبعيد ولو عايز هجيبولك لحد هنا تدور عليك تحقيق بنفسك وتطلع منه باللي انت عايزه لا بابو انا عايز يفضل شغال براحته تيجي وايا اسئلة مش هلقلها يا جاب يتغر وهو شغال براحته قدام عنها وبيتحرك وهم اتطمت تعرف يا صاحبي نقلت الهباش اللي معنا دي تعدينا الدنك بطيارة طيارة ايه بصاروخ يا معلم يا بي اللعيبة سدني سدنا وانا بفكر في كده وقت نقايس وندوس هم تدوس يا صاحبي ده واني دوس على الامينة وعلى رقبة اللي كبولة كمان هههههههههههه خلص صاحبه ولع و النساء حبيب قلبي اتدوا في ايه في ايه العاجل اضوب رمكننا في تضرب علينا الدور يجري يا فاروق ركنيا تضرب علينا الدور طيارة بيدو خذ يا حبيب كل دي عشان خاطر لا خلاص طب عشان خاطر جده دي كمان لا خلاص بق عشان خاطر بابي انت حالفة ان البابي جايلي هنا هنا فين هنا في قطي ما سيوعي تقولي لحد هو مرشيني ان انا ما جيبشي سيلا خاطر بس انت عشان ما عرف العسامة زي ما جده اه اهلا يا اسماء والله فيك الخير ما كنتش عارف ان الشغلات عندهم اصلك اده كتن خيرك بس انا عمري ما كنت قلت الاصل وعد كوني زايلتي هو الشغل عيب ولا ايه مين قال كده بس انا عمري ما حسبت نفسي ان انا شغالة ده انا اللي مربي يا اسليم على ايدي ده كبر على ايدي واستاذ رجاء ايه عامل ايه بخير وهيخرج عن قريب ان شاء الله يلا يا اسليم يا حبيبي لازم تنام عشان عندك تمرين بكرة بدري لأ هاو ما هي اسماء شوي لأ ما هي اسماء كمان مرواحة عشان ما تدخرش ما تقلقيش يا خاندي انا هااكل الولد وهقوم على طول بقولك ايه هي مامي عارفت ان بابي جالك انا لأ 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 ايه على فكرة بابي جاني انا جمان وبيسلم عليك قوي لك ها بس انا هقولك الحقيقة بس واحد يعرف هاي حبيبي هاي باب ما اقول رأسك بعدك كل النهار قاعد هون ما طلعت لبرة بيك بعدو عم بيخبرني معلش حبيبي انا بشغيل اصلي ليك شو جبتلك معي انا وجاية واو حبيتو حلو قوي تانكيو باب مام بتسلم عليك كتير بعدنا كتا عم بحكيها عم بتقلي انه الجو في نيويورك فزيع حلو كتير انا وجاية جبت التيكت معي انتي هتسافري؟ هنسافر شو بعدك مصر على رأيك؟ انتي شايفة ايه؟ انا شايفة انه هيد البلد بطلت بلدك يوم ما اقسمت على الولاء الامريكي وقبلت تتنازل عن جنسيتك المصرية خلص بقيت مواطن امريكي ما قالك خبز بقى بهيدا البلد وهمي واخوي اللي ماتوا بس بولوا الامريكان يطعني عنهم ما هن ماتوا واللي قتلوا نخلوه يهرب عادة ما حدا قالوا شي ما في اي احترام لا لا امك ولا لا خيك ولا لا اي انسان مات على ايده ما هو ده السبب اللي خليني اقاض خلاص بقى الجيم ابتدى ولا الدولة بتحمي ولا بترجع حقوق انا اخد حقيب نفسي بس احنا مش عايشين بغابة عشان هيدا يبقى الحال ولما احنا مش عايشين في غابة خايفة ليه وعازة تمشي بوس يا مالين كده كده انت إجازتك خلصت فانت اللي حوزة ترجعي امريكا ارجعي براحتك انا قاعدة انا مش هتحرك اوكي؟ يعني ايه يا بدير يعني ايه الفلوس كلها راحت ايه؟ اسمع يا ابني مش انا اللي يحصل معاك الكلام ده انت فاهم؟ انت بس اللي مسؤوله قدامي في الحكاة دي ده شارع عمري واسمع اوعى حد ياخد خبر بالحكاة دي وانا هعتبر ان المكالمة دي ما تمتش وانت هتصلح كل حاجة وكأن كل حاجة ملشي الصح تصاهم؟ وتكلمني يا بدير وتقول لي تمام لان لو ما سمعتاش منك اقسم بالله ما حد هيعرف لك مكان ولا هيسمع لك صوت تاني ايه اللي بيحصل ده؟ انت عارف ده معناه ايه؟ سكوت يا فريال انا مش عايزة اسمع اي حد جمال بينفز تهديده فينا هو الهالي فريال قلتلك مش عايزة اسمع اي حاجة اسمع اسمع اسمع